السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 في القناة سعد أليم سبنا نتعلم السيسة التالية بإضافة نينكس في الحلقة الـ 54 و الأخيرة هوامر جديدة ومفاهم جديدة خاصة في هارد لينك وصفت لينك قبل كل شي احب اشكركم للمشاهدة ومتابعة ومشاركة السيسة مع أصدقائكم وزملائكم في التواصل معي قبل ان نبدأ في كل شي احب اقول لكم ملاحظة بينما الفرق بين التعلم الذاتي و التعلم الاكاديمي التعلم الاكاديمي يقود حسب منهج معين والتعلم الذاتي بين الشخص يدرس ويتعلم حسب ميولة الشخصية وحسب الشرف اي تعلم الاكاديمي مثلا يبني لك المسار الاساسي فقط ليضعك على الاساسيات وبعد التعلم الذاتي يكمل الطريق الان هنا كما تشاهدون منهج ndh ايضا كان منهج اكاديمي في سيسكو اكاديمي كان منهج اكاديمي كما تشاهدون قاموا بوضعنا على الطريق introducing to linux المقدمة وبعدها تعلمنا اشياء كثيرة وهذا التعلم الاكاديمي و التعلم الذاتي قمت في اتمامها عن طريق تعلم ذاتي تعلمت منه اشياء اي تعلم اكاديمي وربط مع اشياء اخرى تعلمتها اصبح تعلم ذاتي او انا قمت باضافة له اشياء جديدة اصبح تعلم ذاتي وايضا حسب الشهادة ان خطة جامعة لا تعشقها او لا ترغبوا فيها الخوض لها و قمت فيها الدراسة و حصلت الشهادة في النهاية ايضا بدون مهارة سوف تعتبر تعلم اكاديمي بدون منفعة و بدون فائدة وان خطة تعلم ذاتي ايضا دورة تعلم ذاتي و في النهاية حصلت الشهادة و بدون مهارة ايضا سوف يعتبر تعلم ذاتي بدون اي مهارة و بدون اي فائدة وهذا كل شيء اليوم سوف نتعلم الهارد لينك و السوفت لينك اولا حد ما نقول هنا حسب المنهج هارد لينك و سوفت لينك السوفت لينك هي الشورت كارت او الصين بلوك والهارد لينك يقوم في نسخها كالاصل لنرى الان يقول لنا سيدي لذهاب الى الهوم الان هنا نقوم بفتحة الترمينال بعدها نقوم بفتحة الترمينال سيدي ذهاب الى الهوم و ثم قاموا بعمل echo date source قاموا بوضع السورس بملك نقوم بعمل echo date data و هم اي وقف للكلام و ثم write arrow source نقوم بتسميتر و enter الان تم انشاء في الهوم لنقوم بحذفه و ننشاء في الديسيكتوب الان نذهب الى الديسيكتوب بعدها نقوم بتكرار الامر الان كما تشاهدون هذا هو الملاب هنا source في الخلفية تبعث له كلمة data الان كل المنوات اللي انتقال الى الصفة التالية و ثم بدع الترمينال التعب الى الخلف الترمينال يقول لنا ls-li ما معنى i الان سوف نتعلم الان سوف نتعلم ls-li source الان انت تعلمت مني اشياء جديدة تقوم في تطبيقها و تطويرها حسب منهجك تخاص حسب ما تريد الان ls-li كما تشاهدون قام بإضافة لنا أقام جديدة وهنا الرقم الذي يعتبر الانود أو المساحة أو مساحة الملاب مرحبا عدنا لكم في الفيديو وجدنا لكم مصادر سوف نتشارك سويا حول الانود في المختصر الرقم i-node كما تشاهدون تنطيع الرقم i-node لديها معلومات حول الملاب أي الصلاحيات معلومات الصلاحيات و الحجم و المستخدم و القلوب و التاريخ وإلى آخر واسم الملاب وهكذا أي هذه بعبارة أخرى هذه المحلومات كاملة من أين أتت جميعها أتت هذه المعلومات من i-node نقوم بقرارة i-node مثلا الآن سوف نقوم بالتطبيق وهذا كنت بدون L كما تشاهدون i-node هذه هي i-node هذه i-node نقوم بإضافة l-s هذه هي نستطيع أيضا من إقراء stat ورسطات نقوم بالكتابة source source لمعلومات التي نأخذ الآن كما تشاهدون لدينا الحجم خمسة كما تشاهدون هنا الحجم واسم الملف source و 8 وغيرهم و ملف اكتيادي وهنا الصلاحيات ورقم الصلاحيات وطاريخ النشاء وطاريخ التحديد أيضا عليه و اسم الـ ايضا الـ اسم الـ الـ واحد أي للمعلومات اكثر تدخل الى الساب و اسم الملف هنا الـ اي نوت كما تشاهدون 1056 معلومات حوضة الملف تحميل الآن بعد أن تعلمنا هذه أتمنى أن أضح لكم سوف نضع الروابط أيضا في اسفر الفيديو لا تنسى شاهد اسفر الفيديو الآن اي نوت قام بحمل المعلومات الملف كما تشاهدون هنا ندب الى الصفحة التالية next الآن نقوم في عمد ln source نقوم في اختصارة ln نقوم بكتابة ln نقوم بكتابة هو source يقوم باشتقاق من السورس ملف آخر وهو الملف نقوم بكتابة و عندما قام باشتقاق ln بدون أي hyphen أو option يقوم بنسخة الصلاحيات جميعها أي يأخذ مثلا i-node 1055 و نفس الصلاحيات و كل شيء المعلومات الآن تم إشارة الملف لن نشاهد نقوم في عمد ls سرمة الساعة الواز سرمة الساعة والتاريخ نفسها و اسم الملف فقط اشتق نعم أي ليس هذا يعتبر short cut مثل short cut ولكن بعد short cut تعتبر soft link الآن بعد أن تعلمنا hard link كما تشاهدون أيضا قام باشتقاق source بhard link أصبحت نفسها الصلاحيات والرقم تغيير لأنها سأصبحت ملفين next ملفين مفاصلين أو ملفين مستقلين لدينا ln hard link hard link 2 نقوم باشتقاق الhard link للنشاهد ماذا يحبز قبل كل شيء هناك ما تشاهدون 2076 الناسج الظهرة بعد أن نقوم باشتقاق hard link الhard link كان مصدره السورس هنا الhard link 2 هنا أيضا قاموا في طبيق السورس من الشقاق السورس إلى الhard link 2 وأصبح free 3 لنحظر الطريقة أخرى نقوم في تغيير hard link الآن ونشاهد عندما نقوم باشتقاق hard link نشاهد هذا سوف يتم التغيير ويتم التغيير على السورس نقوم بكتابة السرملة السعاد وثم save و fix نقوم في فتح السورس كما تشاهدون التغيير عليه أيضا أصبح الآن نقوم في اشتقاق hard link نقوم في الفتح التغيير الذي لدينا li source و hard link الآن كما تشاهدون 156 نفس المعلومات لم تتبدل لأن هذه المعلومات ليست لها علاقة في النصف كامل فقط الحجم التغيير حجم الورث يعني إزادة فرح نقوم باشتقاق hard link كما تشاهدون هنا نقوم بعمل source نقوم بعمل space out down hard link to الآن تتركوا وتشاهدون الآن hard link وصوص و ليس S الآن الخطب في الآن S حيث L و I الآن إنتر كما تشاهدون تم إشتقاق اللفات جميعها من نفس المصدر الhardlink 2 اشتق من الhardlink والhardlink يشتق من السورس والصراحية نفسها و الحجم نفسها أي انتقل النص الى نفس نشاهد hardlink 2 كما تشاهد الميضة الآن هنا ملفات نصدق الhardlink نذهب لصدق الأخرى هنا اشتق السورس سورس hardlink 2 و أخذت نفس الصراحيات و الراقون تبدل هنا RM نقوم بحذف hardlink قبل كل شيء و قبل أن نحذف hardlink 2 نقوم بحذف hardlink الأساس أو المصدر فقط hardlink يقوم بحذف و الراقون الذي يقوم بحذف الراقون الذي يقوم بحذف الذي يقوم بحذف من هذا المصدر و قبل ان نقوم بحذف هذا المصدر RM سوف نشاهد الـ OS Harding Harding قمنا بحث في Harding to Source الآن كما تشاهدون الملفات 2 اشتقاقها 1056 الصلاحيات والحجم 16 الآن بعد أن تعلمنا الحذف من Source الآن كما تشاهدون هنا قام بحث في Harding 1 قبل كل شيء نحذف Source هنا Source الآن قمنا بحث في Source نرى Harding الآن كما تشاهدون هذه الصلاحيات نرى هذه الملف معنا عذن فتح الملف معنا لأنه ملف مستقل الآن نقوم بعمل خطوة الأخيرة نقوم بعمل RM Harding to الآن قمنا بحثهم وهذه الطريقة تعتبر Harding الآن سوف نذهب إلى SelfLink أو Assemble Link أو Shortcut الآن نذهب إلى الأسباب هنا نقوم بإستدام لعمل شرطات قمنا بعمل Source ومن اشتقاط Source أو اختصار Source بSelfLink الآن نقوم بعملها LN5SSource قمنا بحث في Source الآن لكم في عادتي هنا بإيكو داتا Source الآن نقوم بإنشائه الآن نريد نقوم بإمكاني الآن نقوم بإمكاني الآن نريد الآن نقوم بإمكاني الآن LN5S على العقام نفسه الهارت لينك تعتبر ونحن نعمل الصوت نعتذر على الوقت ولكن الوقت لا يهمنا بصراحة لأنه نعتقد أن نقدم المحتوى المفيد و المحتوى الذي يستحق أن نتأخذ الهاتف كما تشاهدون الصوت لينك يأخذ الصلاحيات مختلفة و يأخذ الرقم مختلف عليه أي عينو دوار معرفة عليه ولكن تطر الوقت عندما نقوم بحذب الصوت لا يعمل الصوت لينك وهكذا هذا هو الصوت كف في الاقتصار الآن كما تشاهدون الحجم 5 ولكن هنا ستصبح الصوت لينك يحسب الصوت الجديد الآن نشأ من الصوت لينك و من الصوت لينك و صوت لينك آخر هنا قام في عمل من البروزيز أو اشتقاط منها من البروزيز لظهر العملية جميعها أو ملفه من جلد البروزيز نقوم بعملها كما تشاهدون أخذ الصلاحيات مختلفة و أيضا أصبحهم باللون السمائي و مشتق من المجلد البروزيز الأساسي الآن نحن إضافتنا سوف نقوم في اشتقاط الصوت لينك في ملف آخر نقوم مثلا بتسميته صوت فقط الآن نقوم في عمل لينك الآن نشاهدون من الشعب لين نشاهد الصلاحيات نقوم بعمل لينك لينك صوت لينك صوت و من الآن كما تشاهدون هذه الصلاحيات بأرقام مختلفة الظهرة لنا السهم مشتق من الصوت لينك و الصوت لينك مشتق من الصوت الآن سوف نحاول طريقة أخرى طريقة حذف الصوت رم صوت ماذا يسرح؟ الملفين سوف يتوقف أو ملف السوفت لينك سوف يتوقف وحده و أيضا كما تشاهدون الحجم هنا 865 والآين والتعلمنا مختلفة المعلومات أو البهرسة إنتر قمنا بحث بالسورس سوف نشاهد الآن L-S-L-I-Soft-Link-Sort إنتر الآن كما تشاهدون هنا طارد لون الأحمر لماذا؟ لا نعلم لأنه مهدوفة طبعا هنا آي نوت بقية نفسها وهنا لم يتغير لأنه Soft-Link مستقل و Soft-Link متصل أو ملب متصل المساحة بقية نفسها سوف نحاول من الفتحة في G-I لا يفتح لدينا 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 كما تشاهدون لدينا لدينا كما تشاهدون هنا لماذا؟ لأنه قمنا بحذف المصدر و Soft-Link يعتمد على المصدر و Hard-Link هو الملف المستقل و في الآخر نحب أن نقول لكم سبقا نتجارك معكم مصادر مصادر توضح i-node و Soft-Link و Hard-Link و أيضا مصادر المصدر الرابطة الشهادة ابر Google Drive و مع بعض المصادر من الفيديوهات و الصور التحفيزية و المفيدة وسوف نتشارك معكم مصدر خاص في زيادة وعيد إن شاء الله و مع السلامة نلقاكم في فيديو 55 وهي الحلقة الختامية